أسرع وأفضل وأكثر كفاءة هدف الرأس مالية الأساسي هو الربح إلى أقصى درجة نحن نعيش في مجتمع يركز على الاستهلاك وعلى تحسين الأداء ويفكر بحساب التكاليف والعائد ليس في مجال العمل فقط بل ترانا في الحياة الخاصة نحاول تحسين أنفسنا أيضا رأس مالنا هو حياتنا التي نحاول استثمارها بأفضل شكل أتساءل ما مدى سيطرت الاقتصاد على الإنسان في مجتمعنا فعلا يقدم الناس طاقاتهم في العمل للشركة التي ترغب بدورها في تشغيل ما يسمى رأس المال البشري بشكل مربح قدر الإمكان أنا الآن في المركز اللوجستي لشركة تصنيع سيارات كبرى في ألمانيا من هنا يتم شحن 600 قطعة غيار للسيارات إلى كافة أنحاء العالم أسبوعيا بقي سير العمل على حاله لكنه بات يسمح بزيادة الكفاءة تم تزويد العاملين هنا قبل بضعة أشهر بقفازات فيها جهاز مسح ضوئي يسمح بقراءة الرمز الشريطي مباشرة جربيه إنه في الحقيقة قفاز زيادا عادي فيه جهاز مسح يمكن تشغيله بكبسة الزر إنه قفاز عادي يمكن تبديله بل ورميه أيضا هنا نكبس زر التشغيل هناك في المقدمة مشغل وهنا يوجد رابط يمكنه تشغيل جهاز المسح الضوئي لا حاجة للقيام بأي حركة لمسك الجهاز باليد أو تغيير وضعيته بل يمكنه أداء عمله هكذا على أفضل وجه تستغرق عملية المسح بالجهاز أربع ثوان بدلا من ثمانية ثوان تحسين مراحل الإنتاج وخاصة توفير الوقت معناه ربح مادي قامت شركة ناشئة في ميونيخ بتصنيع قفاز جهاز المسح الضوئي لتسد بذلك ثغرة حقيقية في السوق على الرغم من نزول هذه القفازات إلى الأسواق في شهر سبتمبر الماضي فقط إلا أن حجم مبيعات الشركة الناشئة منه تخطى المليون يرى مؤسس الشركة أن هذا سيغير عالم العمل إذا ما سألت مخطط إنتاج في شركة بي ام دابيو عن عمله فسيجيبك هي التوفير ما يفكر به هو زيادة الكفاءة ورفع الجودة هناك توجهات كبيرة في السوق لخفض الإنتاج من نفس النوع مقابل زيادة التنوع لتحقيق مرونة أكبر هذه الكفاءة أصبحت ممكنة الآن مع مرونة أكبر وهذا ما أدى بدوره إلى اكتساب الإنسان لقوته الكبيرة من جديد فالإنسان أكثر مرونة من الروبوتات الكبيرة سيطرة الاقتصاد على حياة الإنسان لا تقتصر على مجرد العمل فقط فنحن نحمل في أوقات فراغنا ساعة ذكية تقوم بمراقبة لايقتنا البدنية هناك تلفزيونات ذكية موصولة بالإنترنت لجمع بيانات عن عادة المشاهدة الخاصة بنا حتى مشاعرنا يتم بحثها لغاية اقتصادية أنا أزور شركة برلينية قامت بتطوير طريقة تحليل جديدة تم وضع قبعة ذات صممة ثنائية على رأسي لقياس الموجات الدماغية عندي أثناء مشاهدة الإعلان التجاري في هذا المكان نشاهد نشاطا عاليا وردة فعل إيجابية أيضا يمكن بمساعدة نظام التتبع بالعين التحديد فيما إذا كانت المشاهد والصور تخلق مزاجا جيدا هذا يسمح بتوفير الكثير من المال فعندما يكون لديك إعلان فعال يكون دماغك نشطا خاصة عند ظهور العلامة التجارية في الإعلان ما يعني أن الإعلان ناجح لأنه أثر وعليه يمكن الإنتاج بكمية كبيرة تزايد تأثير الاقتصاد على حياتنا مستمر وهذا ما يجعل عملية الانسحاب والهروب منه أصعب على الفرد ترجمة نانسي قنقر